ألم يأل المجتمع الدولي أن يأس من الحديث المستمر والدائم والمملي عن العملية السياسية في اليمن؟ أم أن هناك غايات يريد تحقيقها في اليمن بما يخدم مصالحة؟ فجرا قالت الخارجية الامريكية إن مبعوثها الخاص لليمن تيموثي لندر كينغ سيقوم بجولة شرق أوسطية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات وصلدنة عمان هذا الأسبوع بهدف مواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات الحوثيين التي وصفت الخارجية الامريكية بالمتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به ولم تنسى الخارجية الامريكية في بيانها التذكير بأن هجمات الحوثيين المستمرة تهدد التقدم نحو تحقيق حل دائم للصراع في اليمن وتعرق رئيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين والمحتاجين في جميع أنحاء المنطقة مؤكدة دعم الولايات المتحدة وبقوة السلام الدائم والشامل في بلد مزقته الحرب لعشر سنين أو يزيد حاثة على العودة السريعة إلى جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ذاك حديث الدبلوماسي المعلن والذي مل اليمنيون من سماعه لكن ما الذي يسعى المبعوث الامريكي فعلا من زيارته تتحدث الأخبار عن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر مع حديث متزايد عن دخول شحنات أسلحة للجماعة وصلت في أكثر من خمسمائة سفينة دون ما تفتيش وفق تصريحات بريطانية وأخرى حكومية أكدت ذلك الوقائع التي تتحدث عن إسقاط الحوثيين المتكرر لطائرات مكيو ناين الأمريكية وهو ما يعني وصول أسلحة نوعية جديدة إلى يد الحوثيين وذاك أمر خطير يهدد عملية السلام قطعا أمر لا يمكن إغفاله أيضا فالولايات المتحدة الأمريكية تمر بعام انتخابي حاسم وهناك كشف حساب من الوعود التي قطعها بايدن ومنها إنهاء حرب اليمن إضافة إلى ملفات هامة في المنطقة تشمل الصراع العربي الفلسطيني وقضايا أخرى متعلقة بالتطبيع كلها ملفات تسابق الإدارة الأمريكية على إنهائها فهل يغلق الملف اليمني بجروحه النازفة منذ سنين أم أن حقنا تهديئة فقط هي ما في جعبة المبعوث الامريكي والمجتمع الدولي